لنواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا مكانة حجزتها لها ثرواتها البحرية الكبيرة فاستنادا لآخر الإحصاءات الرسمية فإن حجم المخزون القابل لاستغلال من أنواع الأسماك يقارب الثلاثة آلاف طن سنويا أرقام وإحصاءات لا تنال كبيرة ثقة لدى صيادنا التقليديين الحالمين بتجارة تؤمن لهم الأرباح أو قت يوم على الأقل كهند ربة المنزل التي تبحث كل يوم عن قوة يومها بعد أن تحولت أحلامها للتجارة بالسمك إلى سراب الحوتين يجيبوه الجيمة الدخرة وتشريه فوق روصنا نحن ما أعلمنا قاع به ونجيو باطنين يلحقوه مطروح ينشر فوق روصنا ما رأوا منه حوته وحده ذاك ما هو الصالح وهذا هو البواخر نحن ما عندنا التنوين نشروه به باخرى ولا عندنا التنوين نشروه به في هذا الوقت عندنا لا يتشري عشرين كيلوة الذي يتمشي بتتبيعها والذي هو مضايقين فيه فقالوا المضايقين قالوا الأجنبي مباشرة إلا عندنا مموّلين من نحن مع التكفين عليه هو من نفسه نحن لا أساسا الثروات السمكية الموريتانية تخضع للظام سوق صارم العرض وطلب فيه يحددان داخليا وخارجيا فبينما يتزايد طلب داخليا على الأسماك إلا أنها غير متوفرة كما بالأسواق الأوروبية والآسيوية وسبب في ذلك تراخص الصيد توفرها الحكومة لكن هذه التراخص تزيد من استغلال التجار للمشترين المحليين اعتمدت وزارة الصيد والاقتصال البحري في الآونة الأخيرة سياسة جديدة تهديف تسيير مصادر البحرية وتعتمد أساسا على نظام الحصص وهو نظام جديد يهديف أساسا إلى تجنب الاستغلال المفرط للثروات البحرية رغم ما تقوله السلطات عن توفير الظروف الملائمة للصيادين لممارسة مهنتهم تتجدد مطالب الصيادين بحمايتهم من تمدد مساحات الصيد الصناعي الوافد من خارج القارة إجراءات المتخالة من أجل تشجيع الصيد التقليدي الولوجي للثروة ذانيا تخصيص منطقة لهذا النوع من الصيد ذالذن فرصة معطية بالنسبة للراحل البلوجية تتمثل في كونها من شهر واحد بالنسبة للصيد التقليدي وشهرين بالنسبة للصيد الصناعي ذروات سمكية وبحرية هائلة يتقاسمها الصيد الصناعي ببواخره وتراخصه مع الصيد التقليدي بإمكانياته البسيطة لكن أصحاب الأخير يصفونها بالقسمة غير العادلة فتل بخاري سكاينوس عربية نواذيبو ترجمة نانسي قنقر